يَا أَضْللّهِ يَا أَلَّهُ وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كان الكلام في هذه الآية المباركة من سورة النساء وأولي الأمر منكم قلنا أعزائي المنهج الذي نتبعه يختلف عن المنهج المتعارف في كثير من كتبنا الكلامية في عموم كتبنا الكلامية عندما نأتي إلى الآيات التي ترتبط بمقام الإمامة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وخصوصا فيما يتعلق بخلافة وإمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام تعلمون بأن النصوص الموجودة عندنا صرحت أن كثيرا من الآيات نزلت في شأن علي سواء كان فيما يتعلق بعصمته أو ما يتعلق بإمامته أو ما يتعلق بمقاماته وفضائله ودرجاته ونحو ذلك المنهج الذي تعارفت عليه كتب الكلام عند الإمامية أنهم مباشرة بعد أن يذكروا الآية يأتوا إلى الروايات للاستشهاد أو للاستدلال بها على أن الآية نزلت في علي أو شأن نزولها الإمام علي من غير الوقوف على البحث التفسيري والمضموني لنفس ماذا؟ لنفس الآية المباركة وهذا المنهج الأعزة إذا يراجعون يجدون بشكل واضح يجدون ذلك لا أقل في كلمات العلام الحلي يجدون ذلك في التبيان للطوسي يجدون ذلك بشكل واسع النطاق في العبقات للك نهوي يجدون ذلك في المتعارف بأيدينا في الغدير للعلامة الأميني وغير ذلك مما كتب على هذا المنهج في المقابل الآخر بغض النظر أنه عدو أو ليس بعدو الاتجاه الآخر الذي لا يؤمن بمثل هذه المقامات والدرجات والإمامة والخلافة والنص ونحو ذلك لعلي ماذا فعل أعزائي؟ لم يأتي إلى هذه الآيات وإنما جاء إلى المناقشة عن طريقين لتفتولي أعزائي إذا تريدون تكتبون تكتبون رسائل علمية أو تبحثون اذهبوا بهذا الاتجاه حتى تمكنكم أن تقفوا أمام ماذا؟ أمام الآخر ولو عند السؤال أعزائي لماذا تفترض أن كل من سأل هذا معادي ناصبي خارجي لا أبدا أنت تقول هذه الآية فعليا يقول بابا عندي كم سؤال أجيبني حتى لو كان شيعيا أنت تقول هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى في سورة البقرة الآية مية وخمسة وعشرين وهي قوله تعالى قال ومن ذر إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قل انظر هذه الآية وردت في علي مباشرة يقول لكم بينكم وبين الله أين عقولكم أخر هذه الآية نازلة في من؟ في إبراهيم أخوش شنو علاقة علي ابن أبي طال أخوش شنو علاقة أبينونا وجه الارتباط أنت ماذا تفعل مباشرة ها ماذا تفعل المنهج المتعارف ماذا يفعل يقول رواية أحسن شوفوا إذن البحث البحث المضموني والتفسيري في الآية عموما ماذا غائب في عملية الاستدلال وهذه هذا هو الخلل الاستراتيجي إن صح التعبير في عمليات الاستدلال بالآيات على مقامات الإمام أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام ولذا هم وجهوا إلينا الإشكال من جهتين خلي ذهنك يمي الجهة الأولى التي وجهوا إليها إلينا الإشكال وهو ما أسهله على مبانيهم أنهم ذهبوا إلى هذه الروايات فضعفوها سندا وأسقطوها عن الاعتبار لا تقل لي وردت في تفاسيرهم في كتبهم الحديثية في مصادرهم الجواب هو لم يكتب لافت على كل كتبه يقول كل ما ورد في كتبنا التفسيرية والحديثية فهو صحيح معتبر عندي ألتزموا به إذا كان يقول هالشكل مباشرة أن تقول ألزموهم بما ألزموا به أنفسه هو فقط هاي اللافتة وين كاتبها عزيزي ها في صحيح البخاري وفي صحيح ماذا؟ مسلم يقول جيب لي من بخاري وزين هماتي أنا هماتي أنا موجزة فانجعلوا البخاري الأصوى مسلم الأصل لأن البخاري هواه كان أمويا لم يقترب من مثل هذه الروايات فلن تجد لها أثرا هذه الروايات لا البخاري ولا المسلم إلا نادرة فلهذا أين تذهب عزيزي؟ أين تذهب؟ تذهب بعد إلى السنن تذهب إلى المسانيد والسنن والمسانيد فيها صحيح وفيها ضعيف تذهب إلى التفاسير والتفاسير فيها روايات صحيحة فيها روايات ماذا؟ ضعيفة ودليلهم واضح يقول بينكم وبين الله هل أنتم تلتزمون أن كل ما ورد في كتبكم الأربعة بل في كتبكم الثمانية والمحددين السبع عندكم بل في كل مصادركم التفسيرية والكتبكم التاريخية تلتزمون بصحة رواياتها؟ تلتزمون؟ ها؟ أكو عالم شيعي أكو أصلا طلب الشيعي يلتزم كل ما ورد في كتبنا التاريخية والتفسيرية والروائية صحيح يستطيع؟ يقول بيني وبين الله هو في كتبنا التفسيرية والروائية والتاريخية أكو ما يؤيد آراءهم؟ لو ما يوجد؟ لا والله يوجد أنت ماذا تقول؟ تقول لا يا عزيزي نحن عندنا مبانينا نقبل ونرفض نلتزم ولا نلتزم يقول كما أنتم كذلك نحن كذلك إذن المنهج الأول الذي حاربكم به الطرف الآخر أو دخل معكم المعركة وهو أنه جاء إلى النصوص التي استنتم إليها في كتبه الحديثية والتفسيرية والتاريخية فغرب لها ونقدها ماذا؟ سنديا أعزائي فإذا أنت عالم ومحقق تريد أن تدخل المعركة لا بد ماذا؟ أن تحد سلاحك جيدا وأن تهيئ نفسك أنك إذا تريد أن تستدل لا بد أن تستدل بالروايات ما هي؟ قل معي ما هي؟ الروايات الصحيحة السندي عندهم لا مطلقة الروايات ماذا؟ الصحيحة السندي عندهم هذا الطوني هذا الكتاب تعالى هذا الكتاب الثاني إن شاء الله تعالى الأعزاء أنصحهم واقعا أخيرا أحد كبار أساتذتهم وهو الأستاذ الدكتور حكمة ابن بشير ابن ياسين أستاذ كرسي الدراسات القرآنية في جامعة الملك عبد العزيز الكتاب طبعة ابن الجوزي يعني دار ابن الجوزي ألف واربعمائة وثلاثة وثلاثين من الهجرة يعني شكرا صار لم أولا؟ أربعة وخمس وشور مو أكثر التفتولي جيدا هذا جاي كاتب سبع مجلدات جامع كل الروايات الصحيحة في التفسير عندهم يقول بعد إذا ماكوا رواية إهنانة اعتبروها بعض صحيحة لو مو صحيحة خلاص خاصا قاضي على ثمانين بالمئة من روايات التفسير عندنا فإذا تريد تستدل أنت جنابك لابد ماذا تفعل كما تفعل في الفقه عندنا تريد تستدل بالرواية أول ماذا تفعل عزيزي ها تنظر إلى سندها يقول انظر إلى السند لعله امدلس لعله مشتبه لعله قد قد غلس بعض الرواية تثبت ثبت سندها ثم استدل به هذا هو السلاح الأول الذي أخذوه بأيدينا القوة الأولى التي كانت بأيدينا أعزائي للاستدلال والفضل ما شهدت به الأعداء هذا بدأوا ماذا ها بتعبير اللي رأيين شي سونا ملال ها خلع السلاح ملال واقعا خلع سلاح علمي يخلعون هذا السلاح من أيدينا بدأوا يأخذوه من أيدينا أعزائي أنتم المسؤولون غدا والله اليوم معتكم غدا مفكرين مثقفين خواصنا بل حتى طلبتنا رح يسألون يقول جاوبوا شبيكم ليش ما تجاوبون وقالي لكم وين رواياتكم الصحيحة انت كل اللي عندك قدرة مولان راح اصدر فتاوات قول ظل مظل خارج عن مظل شنو عندك تقول ابعاد تعالوا من الآن ابحث حتى تجاوب الطريق الثاني هاي الطريق الاولى الطريق الثانية ماذا فعلوا وهذه اخطر من الاولى كانت هذه ابحاث عزائي منهجية في التفسير وفي علم الخلاف عندي خلي ذهنك وإلا عند القوم ما موجود انت ارجع لان الغدير ما موجود هاي الحالة طالع اليوم روحك طالع الغدير اخذ الآية انما وليكم تجد انه يبدأ من القرن الاول ورد في تفسير كذا وكتاب كذا وتاريخ كذا الى اخري يا با هذه الروايات بعض الاحيانا من باب لا تخلو العريضة فبحثي انت لاثا في السند والاول وان لا يعدد لك وقد وردت في مئة وخمسين مصدر انت من تقول بعد شنو المطلوب ولكن هي في واقعة ماذا رواية واردة في تفسير في القرن الثالث ومن جاء بعده نقلها بينك وبين الله رواية واردة ضعيفة السند في التهذيب اذا ميتين فقيم من فقهاء الامامية ذكروها في كتب من الفقهية يعني صير رواية صحيحة السند ذكرها ميتين نفا ها شنو علاقتهم ولا نخد ناقلها من ناقل شنو قيمتها المنهج الثاني او الاصل الثاني وهو انهم جاءوا وخصوصا الان علمائي اتباعي محمد عبدالوهاب وهذا المنهج اصله عند من عند ابن تيمية واخيرا خرج لتفسير اعزائي في سبع مجلدات تفسير ابن تيمية هو الرجال ما عنده تفسير ولكنه الذين اشتغلوا على تراثه جمعوا كل ما كتبه في كتبه وتراثه في الايات واستخرجوا منها ماذا تفسيرا عرف بتفسير ابن تيمية سبع مجلدات انصح الاعزة يكون بايديهم بدل ما يروح يراجع تراث ابن تيمية ميت مجلد مئة وخمسين ميتين مجلد هذه كلها مجموعة هنا وكذلك فعلوا لمحي الدين ابن عربي ايضا موجود اربع مجلدات كل ما كتبه في التفسير جمعوا له صار اربع مجلدات هذا هو كاتب عند تفسير يقال ينقل انه له تفسير في مئة مجلد ولكن لم يصل الينا المهم هذا الذي جمع من خلال تراثه من الفتوحات وغير الفتوحات جيد ماذا فعلوا اعزائي في هذا الاصل الثاني في الاصل الثاني جاءوا وحللوا الاية تفسيريا ومضمونيا التفتوا ثم قالوا ان الروايات الواردة مخالفة لمضمون الاية فاسقطوها عن الاعتبار حتى لو كانت صحيحة السنة كما في اية المباهل انت انظر الى العثيمين في تفسير هذه الاية من المباهلة يقول نعم وردت هناك مجموعة من الروايات الصحيحة ولكنه الاعتبار بها لماذا لانها مخالفة لي مضمون الآية المباركة ومن هنا فهي التفت فهي من موضوعات الرافضة التي دخلت الى تراثنا التفتوا الى هذا ولذا انتم تجدون الان في كل قنواتهم وفضائياتهم اول ما يؤكد عليك يقول لك تعال جيب لي منيا ها من القرآن وهو يعرف ان علم الكلام ما انما قائم على التفسير المضمون للآيات تفسير مضمون الآيات وانما قائم على الروايات فلهذا مباشرة يخلعك من اين من الرواية وانتو هماتين ما ما مشتغلين على الرواية عن كتبنا الكلامية ما بها بحث مضموني تفسيري بالمعنى الواسع ولذا هذا تبقى حاير شون تستدل يا عزيزي هذه الاية مرتبطة بابراهيم ما هو وجه ارتباطها بعلي شو تقول له تقول له والله الامام الصادق قال مرتبطة انا ما اقول مرتبطة غير شي عندك وبا استدل مع ان الآية المباركة واقعا تتوقف على لا اقل خمسة الى عشر مقدمات حتى يمكن الاستناد اليها ماذا انها تفيد عندنا في الامام اولا ما معنى الجعل في الآية اني جاعلك للناس امامة ما معنى الجعل انتش تدعي مولاد تقول اذا الامامة بالجعل والنص مواشك لتدعي لو غير شي لو واحد قل لك منو قال هذا الجعل في الآية بمعنى النص تقول الآية تقول و جعلنا يقول القرآن استعمل الجعل في التكوين ايضا قال و جعلنا منهم او جعلناهم قرادة شنو خاسي ثم تلتزم انت و جعلناهم ائمة يدعون الى النار ايضا الامامة يعني امامة معاوية ايضا بالجعل بالتشريع بالنص تلتزم شو تجاوب يلا دروح القى الجواب اليوم بيودي روح اسأل علماء الكلام في الحوزة قلهم يا ابا لو اشكل علينا مشكل ان الجعل في الآية لا يدل على النص و الا يلزم ان تكون امامة الظالمين و امامة الذين يدعون الى النار ايضا ماذا ها بالنص نلتزم احنا لو لا نلتزم شنو الجواب ثانيا ما هو المراد من الامامة في الآية خلافة شنو علاقة امامة بالخلافة اصلا القرآن استعمل الامام في موارد متعددة بمعنى القدوة اصلا امام ورده في الكتاب كتاب موسى ايضا امام شنو علاقته بالخلافة يعني كتاب موسى خليفة شنو شنو ثالثة ثالثة ان الآية قالت لا ينال عهد الظالمين اذا حال كونه ظالما لا ينال ماذا العهد من اين تقول لابد ان لا يكون مشركا طرفة عين في حياتي هذه الدالة على ماذا ها ان حال الامامة لا يكون رابعا ان لو سلمنا وتنزلنا ان الامامة بلج ان الامامة بمعنى الخلافة وانها جعل وانها معصومة وانها شنو علاقتها بعلي اخو ابراهيم كان اخو بل يا احنا بنسلم معك عد انت شنو تحتاج بعد ان اتمم تلك الاشكالات والمقدمات ها لا بود شنو تثبت 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 وان هذه الامامة وين استمرت في ذريته ولم تنقطع بماذا لا بتستند تستند اذا بالرواية رجعت المشكلة اذا بالاية تقول وجعلها كلمة باقية في عقبه سؤال من قال ان المراد من الكلمة هنا يعني شنو ها الامام لعل المراد من الكلمة يعني التوحيد منين تجبتوها الامامة اعزائي اذن كلها موانع للاستدلال بالاية اذا التي جي مولانا تقول بحمد الله تعالى عشرات الايات والمئات دلت على الامامة هذول النواصب من يقبلون لا والله بيني وبين الله الان انا اطرح اليك وانت موالي واريد استفهم منك انا هماتي انا طالب علم عندي اسئلة اجبني عليه اذا اعزائي خلي ذهنكم يمي المنهج الصحيح اخي لاخص لانه وقت ما عندي المنهج الصحيح عنه خارج عن بحثي ومع الاسف الشديد انه في حوزاتنا العلمية درس كلام ماكو لا اقل مناهج بحث الكلام مثل ما عندنا مناهج بحث التفسير مناهج بحث الكلام ما على الاسف والله والله انسان ما ادري يبكي دمًا ان الحوزات العلمية يبقى الطالب ثلاثين سنة مولانا يبقى في 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 جنو في تعريف علم الاصول تعريف علم الاصول مقدمة الواجب ولكنه لا يعرف ما هو المنهج الصحيح للاستدلال على الامام شنو نستدل بالقرآن على الامام كيف المنهج الصحيح عزيزي في جملة كفتاوى فتاوى انصحت فتاوى منهجية هم عندنا فتاوى فقية هم عندنا فتاوى عقائدية هاي فتاوى منهجية الفتوى المنهجية في عملية الاستدلال بالآيات القرآنية في مسألة الامامة يمر من خلال ما يلي اولا لتفتولي جيدا اولا تحليل الآية تفسيريا ومضمونيا لنرى ما دلالة الآية اول قبل بغض النظر عن مصداقها من هو ومصداقها هذه الآية على ماذا تدل تدل على كذا او لا تدل عندما نأتي الى قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجسى اهل البيت ويطهركم تطهيرا ما هو دلالة الآية المباركة دلالتها اصلا اهل البيت خليكم من يكون مهم عندنا المصداق ذاك البحث انا وتقولي السبب لماذا تنحو هذا المنحة لانه التفتوا جيدا لان دلالة الآية في كثير من الاحيان هي تعين المصداق منه وتخرج وتدخل في الآية انت عندما تأتي الى سورة الاحزاب وفي سورة الاحزاب الآية 35 من سورة الاحزاب قال تعالى الآية 35 قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجسى اهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم قبلها يقول يا نساء النبي لستنك احد من النساء ان اتقيتن ثم يقول يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة ثم يقول بعدها واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة سؤال اذا ثبتت ان هذه الآية المباركة دال على العصمة يمكن ان تدخل النساء او لا تدخل النساء يمكن او لا يمكن ها هم بحسب نص الآيات وهم بحسب التاريخ الخارجي وهم بحسب اقرار القوم هل يوجد احد من علماء السنة يقبل عصمة زوجة من زوجات النبي يصرحون انهن ماذا غير معصومة اذا انت تعال ماذا خذوه بمضمون الآية قل تعال ابحث معي مع الآية دالة على العصمة لو مو دالة فان دلت على العصمة هي بطبيعة الحال المن تخرج لك ها تخرج نساء النبي وتخرج اولاد عم النبي وتخرج ما شاء الله مولانا الاقوال في المسألة كلها تخرجها لانه يقيننا ليس من المعصوم والغريب والغريب هذه علماء السنة ذكره ومو علماء الشيعة وما وجدتها نادرا في علماء الشيعة اصلا ما وجدته يقول الغريب ان الآية المباركة كلما ذكرت قبل ذلك النساء ذكرت ان لهم بيوتا مو بيت وقرن شنو في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن اما من اجا الى اهل البيت شنو قال واحد لو متعدد افرد اهل البيت ليش اذا دا يتكلم عن نساء النبي مفروض ان يجمع او يفرد بدليل قبله وبعده انه دا يتكلم عن نساء النبي لها بيت واحد لو بيت واحد لو بيوت الى اما من اجا الى اهل البيت قال شنو واحد اذا جزما ان هذا البيت غير ماذا غير تلك البيوت لا معنى الجمع والافرد خلونا اذا اعزائي وهكذا باقي الايات اذا الخصوصية التي توجد في هذا المنهاج هو انه سوف يعين لك مضمون الاية ومضمون الاية هو الذي سوف يعين لك ماذا ها شنو مصداق الاية فعند ذلك عندما تذهب الى الروايات هذا الخطوة الثانية تذهب الى الروايات تذهب الى الروايات لتفسير الاية لو تذهب الى الروايات لبيان مصداق الاية اي منهم ها على المنهج الاول تذهب الى الروايات لتفسير الاية ولهذا يقول لك ان الرواية شنو ان الروايات ها لا تنسجموا مع تفسير الاية الاية لها مضمون اخر اما هنا بعد لا يستطيع ان يقول اما هنا تبحث عن ماذا عن شنو عن مصداق الاية هذا هو الاصل الاساسي اعزائي في التمسك بالآيات بالآيات التي تكلمت عن هذه المقامات تطبيقا لهذا الاصل اعزائي تطبيقا لهذا الاصل الذي اشرنا اليه الان بعد نرجع الان مرة اخرى الى تفسير الرازي في الجزء العاشر صفحة مئة وستعش قال والدليل على ان الله تعالى امر بطاعة اولي الامر على سبيل الجزم فثبت ان الله تعالى امر بطاعة اولي الامر على سبيل الجزم وثبت ان كل من امر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب ان يكون معصوما عن الخطأ فثبت قطعا ان اولي الامر المذكور في الآية لابد وان يكون معصوما انت بناء على هذا بعد يستطيع ان يقول لك بانه حتى الفاسق الفاجر هم هو شنو ها مصداق يستطيع او لا يستطيع بعد هاي النظرية تبقى وتسقط عن الاعتبار ها هي هو يسقطها عن الاعتبار خلص مضمون الآية يسقطها عن الاعتبار خلص حتى لو عندك مئة رواية صحيحة السنة بروايات العرضة على الكتاب ماذا تقول يقول اعرضوها على كتاب ربنا فإن وافقه فاخذوه وإلا فاضربوا به عرض الجدار اصلا احنا نتكلموا ياكم بلغة القرآن مو انتو تعالوا 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 تقولون بان الحاكم تجيب طاعته حتى لو فعل ما فعل حتى لو ضرب ظهرك واخذ مالك كما في صحيح المسلم يتقول له يا ضرب ظهرك اخذ مالك مولانا شرب الخامر لا الى ايه قالت اولي الامر الذين تجيب طاعتهم لابد ان يكون جنو معصوما ولذا تجد المحققين من المفسرين منهم حاروا في انه من هو هذا المعصوم انتهوا اخر الامر الى انهم اجماعوا الامر طبعا هم هماتين هم يصرحون تستطيع ان تلزمهم واقعا بما الزموا يقول لا توجد عندنا في اي مسألة اجماع في الامر هم يقول ولذا تجد الفخر الرازي واقعا يحير يقول ثم نقول ذلك المعصوم اما مجموع الامة او بعض الامة لا جائز ان يكون بعض الامة لانه كذا اذا تقول بانه عاجزون على الفلائل الى الى اخره يقول لا توجد ولما بطل ذلك وجب ان يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله وللامر اهل الحل والعقد من الامة سؤال صاحب المنار مولانا يحيرهم من اهل الحل والعقد من الامة مولانا فاتبحث مفصل ليقول لابد تتشكل لجان اجتماعية ولجان زراعية ولجان تجارية وهذول كل واحد يمثلهم عشرة ويجيبوهم في هاي اللجنة حتى يصير شنو اقول بيني وبين الله هاي سوينها في دولة اندونوسيا وماليزيا ومصر عد الامة الاسلامية جنسة ومولانا اخوها موجمع اما تقول لي بانه يجتمعون مليار سبعمائة مليون وينتخبون اقول يقول له يلا تفضل هذا المورد الاول اعزا المورد الثاني شوفوا هاي الايات التي اقر القوم بانها ماذا ها دالة على ضرورة العصمة المورد الثاني المورد الثاني انا اقتصرت فقط على الفخر الرازي باعتبار انه اذا نتوسع ياخذ وقت كثير في ذيل هذه الاية المباركة وهي تسعة وثلاثين وهي مية واربع وعشرين من البقرة نعم في ذيل هذه الاية المباركة من سورة البقرة وهي مية واربع وعشرين قال ومن ذريتي طلب طلب للامام التي ذكرها الله تعالى لانه اني جاعلك للناس امامه قال ومن ذريتي هاي الامام طلبها لذريته فوجب ان يكون المراد بهذا العهد هو الامامة ومن ذلك قال لا ينال عهدي الظالمين ليكون الجواب مطابقا للسؤال فتصير الاية كأنه تعالى قال لا ينال الامامة الظالمين وكل عاص فانه ظالم لنفسه فكانت الاية دال على ما قلناه فان قيل خلي ذهن كم انظر الى العبارة فان قيل ظاهر الاية يقتضي انتفاء كونهم ظالمين ظاهرا وباطنا بحسب الظاهر عرفنا باطنا ايشون نتعرف ذولا من لم يعصوا الله ولا يصح ذلك في الائمة والقضاة لماذا لانه نحن نعرف عدم ظلمهم وعدم عصيانهم ظاهرا اما باطنا بعد يحتاج اخبار ماذا شنو هذا هي العصمة اللي احنا نقول بانها تحتاج الى شنو ها الى النص ولذا اعزائي احفظوا هذا الاصل عندي النص في اعتقادي ليس لاثبات الخلافة النص لاثبات العصمة هذا المشهور عندنا ان النص لاثبات الخلافة لا النص لاثباتي شنو المعصوم فاذا ثبت ثبت كونه معصوما بعد هل يحق لغيره ان يتقدم لامامة الامة غير المعصوم مع وجود المعصوم لا يحق له هسا ذاك بحث اخر جيد فنقول قلنا يقول فان قلت ظاهر الاية يقتضي كونهم ظالمين ظاهرا انتفاء كونهم ظالمين ظاهرا وباطنا قلنا التفت قلنا اما الشيعة فيستدلون بهذه الاية على صحة قولهم في وجوب العصمة ظاهرا وباطنا التفت اخو هاي الشيعة انتش تقول يقول واما نحن اهواي بتعبيرنا على همس يقول واما نحن فنقول مقتضى الاية ذلك ايه والله حقوا ياهم الا اننا تركنا اعتبار الباطن انه ما كتشارة اذا ايش يقلنا ما يبقى عندنا احد اما نحن فنقول مقتضى الاية ذلك الا اننا تركنا اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة و الا اذا من قول لابد انخرب خلافة منه ها خلافة الخلفاء بعد رسول الله لانهم من اين اثبتهم انهم كانوا من العدول و من الذين لم يعصون ظاهرا و باطنا هذا من اين اثبته فتحتاجون الى النص من رسول الله و انتم تنكرون نظرية ماذا نظرية النص و انما تقولون بنظرية الشورى اذا بينك وبين الله شوفوا ليش قد استدلال منطقي هذا من المورد الثاني بعد الوقت انتخلوا ان شاء الله 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 اللهم صلى الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة